نشرت شركة أبل يوم 28 دجنبر منشور على موقعها الرسمي تعتذر فيه لجميع مستعملي جهاز آيفون وخاصة أصحاب الآيفونات 6S وعقل على مشاكل البطارية التي ظهرت منذ صدور نظام iOS 11 جاءت شركة أبل لتكذب كل المواقع الإخبارية والصحافية وكل من يهمه دمار الشركة نظراً لاعتلاؤها كرسية أكثر المبيعات للهواتف النقالة في العالم وكل من يقول أن أبل قامت بالعبة بجودة معالج الآيفون 6S وما قبله ليصدر عن استهلاك البطارية بشكل سريع لدفع المستخدمين لشراء هواتف آيفون حديثة وهذا ملخص لأهم مجاة في الرسالة تقول شركة أبل أنهم يقرأوا جميع رسائل وشكاوي مستعمل الهواتف الآيفون من جميع أنحاء العالم وأنها تعي تماماً أنه حتى معظم المستخدمين بدأوا يحسوا أن شركة أبل تخذلهم ولهذه الفئة بالضبط تعتدر الشركة وتؤكد أنه فقط خطأ في الفهم وتقول شركة أبل بالحرف أولاً لم نقم ولن نقم أبداً أيضاً بالعبث مع أي نسخة من هواتفنا أو القيام بأي شيء من هذا القبيل لدفع مستخدمين للتحديث لهواتفنا الحديثة فنحن نعمل دائماً على جعل هواتفنا الآيفون تعيش لأطول مدة ممكنة ونتباهى على أن هواتفنا تدوم على أغلبية الهواتف الأخرى فكما قلنا في رسائلنا السابقة على أنه مشكلة العمر الكيميائي للبطاريات هذه الرسالة التي تم التلاعب بها للتلاعب بصمعة وقيمة الشركة فما هو عمر البطاري الكيميائي؟ تقول شركة أبل أنه كل البطاريات التي يتم شحنها من الطبيعي أن تقل جودتها تدريجياً على مر السنوات ومع التقنية الجديدة وكما يعلم الجميع فالشركة أبل تطور من مميزات الآيفون بشكل سريع جداً السنوات الأخيرة لجلب آخر وأحدث التقنيات لمستخدم الآيفون البطارية لما تتدهور صحتها مع مرور السنين تصعب عليها مواقبة التقنيات الجديدة كتقنية الواقع المعزز وكما يعلم الجميع فإذا كانت البطارية ضعيفة وأعطيتها أكثر من قدرتها نظراً لأن قدرتها ضعفت مع مرور السنين والنظام الشديد يتطلب بطارية أقوى فهذا قد يؤدي إلى هلاك الهاتف بصفة نهائية ويموت لهذا قامت شركة أبل بجعل النظام يعتمد على المعالج أكثر من البطارية والمعالج يحتاج بطارية لكن أقل وبهذه الخطوة ستحمي الآيفون من الموت باستعمال أكثر للبطارية يعني التضحية بنقصان مدة عمل البطارية لحماية الآيفون وقد كان هذا هو الحل الوحيد لمواكبة التقنية قبل سنة من الآن قامت شركة أبل بنفس الشيء وبالضبط على النظام iOS 11.2 التجربة كانت ناجحة جداً وحتى أن المستخدمين أكدوا أنه جودة البطارية تحسنت لكن للأسف ليست هذه المرة وبهذا تنهي شركة أبل رسالتها بأنها دائماً ما كانت أولويتها هي الرضاء التام وافتخار كل من يملك آيفون وتعي جيداً المشاكل التي يواجهها المستخدمين حالياً لذلك من أجل الاعتدار تتخذ الشركة القرارات التالية تخفيض 8 بطارية حديثة عالية الجودة للآيفونات 6S وما قبلها وذلك بحذف 50 دولار تمنها كان 79 دولار والآن تمنها سيكون 29 دولار وستتوفر في العالم بأكمله في حدود في بداية سنة 2018 على الموقع الرسمي أو المحللات المعتمدة شخصياً أظن أن هذا جد مفيد للمستخدم للحصول على بطارية جديدة لهاتفه عالية الجودة وتتماشى مع الأنظمة الحديثة والقادمة ثم تؤكد شركة أبل أن المبرمجين يعملون بجد كبير لحل هذا المشكل وتؤكد أنه في التحديد آيواز 11.3 سيكون هناك تحسن ملحوظ على البطارية سنسعد أخي المشاهد أختي المشاهدة سماع رأيك في رد وإذا كان لديك أي تساؤل بخصوص هذه الرسالة فقدعه في رد تحت الموضوع سنتجاوب معك بإذن الله وإذا كنت زائر جديد لقناة محترفة الآيفون الرسمية لا تنسى للشراك وتفعيل زر الجرس لتتوصل بآخر مستجدات الآيفون وأقوى الشروحات والمواضيع على مدار الأسبوع إذا استفدت من هذا الفيديو ادعمنا بالضغط على زر لايك إلى اللقاء في الفيديو القادم اشتركوا في القناة